بسم الله الرحمن الرحيم في محاضرتنا اليوم ان شاء الله هنبدأ في شفتر 9 chemical reactions التفاعلات الكيميائية لما نقول في تفاعل كيميائي معناه على الأقل لازم يتكون مادة جديدة على الأقل لازم يظهر عندي مادة جديدة إذن chemical changes that occur when various types of matter interact يعني مجموعة من المتفاعلات تتفاعل معبضها عشان ينتج عندي مادة جديدة التفاعل الكيميائي له عدة أنواع له عدة أنواع له عدة أنواع حنتناول بعض هذه الأنواع وتندرج تندرج تحتي خمسة 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 Böyle منقول types of chemical reactions types of chemical reactions ε chemical reactions is a chemical reaction is a process in which at least when a new substance is produced as a result of chemical exchange. لذا التفاعل كما هي عملية على الأقل ينتج فيها مادة جديدة نتيجة هذا التغير الكيميائي. الميجوريتي للكيميكال رياكشنز ابتقى في انتو فايف ميجور كاتيجوريز لكن ليست الخمسة فقط هم لا هم في اكتر منهم لكن احنا هنركز على الفايف ميجور كاتيجوريز. الفايف ميجور كاتيجوريز هي هي ايش كومبينيشن رياكشنز. هذا اول واحد. اول كاتيجوري. اثنين دي كومبوزيشن رياكشن. ثلاثة سينجل ريبليسمينت رياكشن. اربع ضبل ريبليسمينت رياكشنز. and five the last one كومبينيشن رياكشنز. نبدأ في البداية مع اول واحد. اللي هو عبارة عن الكيميكا كومبينيشن رياكشنز. تفاعلات الاتحاد. لما نقول تفاعلات الاتحاد معناه انه مادتين هيتفاعلوا مع بعض. وينتج عندي فقط مادة واحدة. او ينتج عندي مركب واحد. اذا كومبينيشن رياكشنز. is a chemical reaction in which single product single product is produced from two or more reactions. يعني هانا لازم يكون عندي مادتين او اكتر مش قضية. ثلاثة اربع المهم. كلهم يتفاعلوا قد ما يكونوا يتفاعلوا. في النهاية لازم يعطيني one product. يعني اكس بلاس واي يعطيني اكس واي. المثال على ذلك فيه امثلة كثيرة. مثال عنصر مثلا مع نان مثلا مثلا. كالسيوم مع كبريت كالسيوم بلاس سلفر جيفز كالسيوم صالفايت. ممكن يتفاعل تو موليكولز مع بعض. ان تو بلاس ثري اتش تو جيفز تو ان اش ثري. ممكن يتفاعل متل مع موليكول اف نان متل اكسجين. جيفز ان اي تو او تو. طبعا هذا بيشبه تمام من المركب. اتش تو او تو. هيدرين بيروكوصيد. عشان هيكت هزا سمناه صوديم بيروكوصيد. صوديم بيروكوصيد. ايضا فيه سم اكزامبلز of combination reaction in which compound are involved as reactants are. ممكن مركب مع مركب. سو ثري بلس اتش تو او جيفز اتش تو اس او فور سلفوريك اسد. تو ان او بلس او تو جيفز تو ان او. نيترين ديوكوصيد. النيترين ديوكوصيد تو موليكول منو بلس هيدرين بيروكوصيد اتش تو او تو جيفز تو ان اتش ان او ثري. يعطيني تو موليكولز of نيتريك اسد. هادا النوع الاول. اما النوع الثاني دي كومبوسيشنشنج هيكون عكس النوع الاول. عكس النوع الاول بمعنى هنبدأ بمادة واحدة مركب واحد ويعطيني مركبين ناتج او اكتر. المهم يعطيني مركبين او اكتر. المهم نبدأ بمركب واحد بس في هذا العملية. اذا دي كومبوسيشن ريكشن is a chemical reaction in which a single reactant is converted into two or more similar substances elements or compounds. يعني الناتج هيكون اتنين سواء كانوا الاثنين elements او الاثنين compounds او واحد منهم elements واحد compounds سواء. ناخد مثال على ذلك. although the products may be elements or compounds the reactants is always a compound. يعني دائما المادة اللي compounds can be broken down, decomposed. يعني عن درجات الحرارة عالية بحصل التكسير لهذه المركبات. into their constituents elements. الى عناصرها الاساسية. examples of such reactions includes. two molecules of cover. two oxide gives two copper metal plus O2 oxygen molecule. or two H2O. two molecules of water gives 2H2 plus O2. هذا at high temperature. at low temperature compounds the composition of products other compounds as products. ممكن بعض المركبات برضو ممكن تحت low temperature برضو تتفكك إلى مركبات اخرى. يعني هنا اتفككت الى عناصر مثل non-methal to non-methals زي. هنا ممكن المركب هذا calcium carbonate. at low temperature gives calcium oxide and carbon dioxide. والاثنين هذولة compounds. اذا compound انتج عندي مركبين في النواتج التفاعل بتاعته. two KCL O3 gives two KCL plus three O2. four HNO3 gives four NO2 plus two H2O plus O2. اذا في هذا المعادلة اعطانا مركبين. في هذا المعادلة اعطانا مركب وجزء. هذا المعادلة اعطانا مركبين واعطانا ايضا جزء. اذا كل النواتج هذه هي واردة في عمليات التفاكك لأي مركب. لكن لاحظ ان كل ما بدأنا بيه هو مركب واحد. واعطانا مركبين او اكتر. سواء كانوا عناصر او سواء كانوا elements او compounds. the third category is single replacement reactions. اللي هو تفاعلات الاحلال البسيط. تفاعلات الاحلال البسيط. بنقول عنها is a chemical reaction in which an atom or molecule replaces. تحل محل an atom or group of atoms from a compound. يعني هذا معنى انو ذرة او جزء ممكن يحله محل ذرة او جزء في مركب اخر. يعني ال x هنا ممكن تحل محل ال y. وتطلع ال y ويتكون عندي مركب xz. اللي هو موجود عندها. a common type of single replacement reaction is one in which an element and a compound and the compound are reactants. and an element and a compound and the compound are products. يعني سواء يعني في single replacement reactions انو عنصر او compound. اللي هو reactants هي عنصر او compounds يكونوا reactants. وفي ال products ايضا يكون element او compounds reactants. اذا ال iron الحديد. plus cover sulfate gives cover metal plus iron to sulfate. لاحظ هنا انو الحديد حل محل الكبر. الكبر طلع كمثل واعطانا مركب. الماغنيسيوم تدفع مع. ناكل نايتريت. يحل الماغنيسيوم مع حل الناكل. وتطلع مجموعة النطرات وتتفعل مع الماغنيسيوم. اذا يعطيني ناكل plus ماغنيسيوم نايتريت. اكلورين. اكلورين. ابلس ناكل ايودايد. يعطيني ايودين ابلس ناكل كلورايد. افلورين. ابلس تو موليكول صوديم اكلورايد. ايضا ممكن يكون هناك في مركبين اتفعلوا مع بعض. يعني الفوسفين. اتفعل مع ن اي سي او اول فور. جيفز فور كاربون منوكسايد. ان ان اي بي اتش تري لكل اربع. اذا اعطاني هنا. مركبين اتفعلوا مع بعض. واعطاني مركبين. في عندي double replacement reactions. في الاحلال. تفاعلات الاحلال للمزدوج. تفاعلات الاحلام المزدوج. double replacement reaction is the chemical reaction in which two substances exchange. اذا المهم فيها two substances exchange. يعني آآ مادتين. تتبادلوا مع بعض. parts with one another and form two different substances. يعني يتبادلوا مع بعض ويعطيني آآ two different substances. مادتين مختلفتين. يعني هنا ال a حل محل ال b. وال b حل محل ال a. اذا هنا اي واي. زائد. بي اكس. زائد بي اكس. اذا اي واي زائد بي اكس. التفاعل هذا. هتلاحظ انه لازم يكون في مركبين. كل واحد من العناصر الموجودة في المركبين. هذا تحل محل العنصر الاخر. يعني الفضة. هنا هتحل محل الصوديوم. والصوديوم تحل محل الفضة. في تبادل مزدوج. في تبادل مزدوج. يعني كل واحد بتبادل مع الاخر. يعطيني. سيرفر اكلورايد. از صولد. عن صوديوم نيتريت از ايكوس. بنفس الطريقة. تو مركب اوف بوتاسيوم ايوضايد ايكوس. بلس لد نيتريت ايكوس. طبعا ايكوس لانه لازم المواد تتفاعل مع بعضها في الصودي ايش. اه محلي. جيفز. تو مركب اوف بوتاسيوم نيتريت. هاي البوتاسيوم حل محل الليد. والليد حل محل البوتاسيوم اعطاني الليد ايوضايد. وهذا عبارة عن صوديوم. الموست ريكشنز اوف ديس طايب. معظم التفاعلات من هذا النوع. وان of the product compound is in a different physical state. is in a different physical state. يعني لاحظ هنا الفيزيكال state. هنا صولد. هنا ايكوس. هنا ايكوس. هنا صولد. اذا هم يعني في الحالة الفيزيائية بتاعتهم مختلفة. صولد هي كتب ممكن نقول هذا التفاعل ايضا ممكن اخضع الى تسمية ثانية بالاضافة الى انه تفاعل مزدوج ممكن اقول عنه تفاعلات الترسيب تفاعلات الترسيب لانه نتج فيها راسب ايضا نوع الخامس من التفاعلات معظمها مشهورة common type of chemical reaction combustion reaction combustion reaction is a chemical reaction between substance and oxygen اذا التفاعل يجب يكون ما بين substance وما بين oxygen usually from air that proceeds with the elevation of heat and light usually from فليم إذن هذا التفاعل بيكون ما بين السبستانس مع الأكسوجين عادة بيكون أكسوجين الهواء الجوي و ينتج منه ارتفاع في درجة الحرارة أو لايت ممكن نأخذ طبعا أمثلة كثيرة على هذا المجال إنه لاحظ إنه المادة الاحتراق اللي هي الأكسوجين يحترق في وجود الأكسوجين هذا المواد كلها تحترق في وجود الأكسوجين لكن النواتج اللي هتطلع وفقا للمتفاعلات يعني مثلا هنا موجود أي عملية احتراق للمركبات الهايدرو كاربونية يعني موجودة كاربون وهيدروجين هيعطيك شورلي كاربون ديوكسايند أند ووتر يعني كل التفاعلات لاحظ إنه هنا كلها هذي مركبات عبارة عن مركبات هيدرو كاربونية كلها أعطتني ثغائق من الديوكسايد أند ووتر الاختلاف وين حصل الاختلاف حصل في عدد الموليكولز اللي اتفاعلت هنا اثنين هنا واحد هنا واحد هنا مثلا خمس أكسوجين خمس أكسوجين ستة أكسوجين موليكولز أعطاني أربعة ثلاثة أربعة اثنين أربعة أربعة إذن الاختلاف هنا في اللي هو عدد الموليكولز أو عدد المولز اللي هي نتجة أما نفس التفاعل هذا كله كاربون هنا كله ووتر إذن 2H2C2H2 plus 5O2 gives force كاربون ديوكسايد and 2 مولكول أوف ووتر نلاحظوا أنه هذا عبارة عن اللي هو مادة الاستيرين وهي مادة هيدروكاربوني واحترقت احتراق كامل تعطيني نتنيوكسيدي كاربون والماء اللاحظ أنه أنه عندي كمان C3H8 البروبان في وجود الكمية كافية من الأكسجين وعطاني ثانيوكسيدي كاربون وهيدروجين أيضا نفس العملية المركب هذا C4H8 المركب هذا طبعا حيكون يحتوي على double bond يعني هنا حيحتوي على triple bond هنا كله single bond هنا يحتوي على واحدة double bond على رابطة double bond البيوتين وكمية كافية من الأكسجين سيعطيني كاربون ديوكسايد ويعطيني الوطر كمان ممكن نأخذ أمثل على عمليات الاحتراق بينتج فيها كاربون ديوكسايد أو مركبات أخرى غير الكاربون ديوكسايد والماء حسب اللي هو نوع التفاعل مثلا هنا الكاربون اتفعل مع أكسجين أعطاني ثاني أكسيد الكاربون والهيدروجين اتفعل مع الأكسجين أعطاني ماء نجي هنا الكاربون حيتفعل مع الأكسجين حيعطيني ثاني أكسيد الكاربون الكبريت حيتفعل مع الأكسجين حيطاني سالفر ديوكسايد ثاني أكسيد الكبريت هنا في هيدروجين وفي سالفر ما فيش في كاربون إذن مش ممكن يعطيني نيتان اكسيد الكربون لانه ما فيش اصلا كربون في المتفاعلات اذا هنا حيعطيني سرفر دايوكسايد اند ووتر لانه الهايدروجين تفاعل مع اكسجين والكبيريت تفاعل مع الاكسجين يعطيني اذا ايضا ان اتش فو ان اتش تري اربعة مول منه تفاعل مع الاكسجين اذا اكسجيني اكسد النيتروجين ويعطيني فور ان او والاكسجيني اكسد الهايدروجين ويعطيني الوطر six molecules of h2o two zinc sulfide plus 3 o2 gives two molecules of zinc oxide and two molecules of sulfur dioxide هنا الاكسجين اكسد الزنك وعطيني zinc oxide والاكسجين ايضا اكسد الزنفر على نطاني الزنفر دايوكسايد أعطاني السلفر ديوكسايد كمان ممكن يحصل من هذا التفاعل كمان برضو ممكن الأكسجين تفاعل مع عنصر لوحده اللي هو في هذه الحالة نون متل للسلفر مع الأكسجين نون متل يعطيني السلفر ديوكسايد ويدا أني أعطيني مركب واحد بيش تضرره يعطيني أكثر من المركب والأكسجين كمان ممكن مثل آخر اللي هو الماغنيسيوم مثل يعطيني اللي هو الماغنيسيوم أكسايد اللحظ في العملية هذه هذه التفاعلات كلها احتراق لكن هتلاحظ هنا فيه مثلا إيش غاز طلعي إذن هذه تفاعلات ينتج عنها اللي هو غازات إذن لها كاتوغري ثاني ممكن نضيفه لكاتوغري الأول إنه تفاعلات منتجة للغازات تفاعلات منتجة للغازات ولو أنت رجعت مرة ثانية هتلاقي كل هذه التفاعلات هدفتين يكسير الكربون غاز هنا غاز هنا غاز وإذن هذه التفاعلات منتجة للغازات إذن تدخل تحت another category يعني التخد كمان تصنيف آخر إذن كل واحد منهم ممكن يوصنف تحت أكتر من تصنيف نجح نشوف الRedux and Non-Redux Chemical Reactions هذه التفاعلات الRedux والNon-Redux Chemical Reactions يعني اللي هي Redux تعني اللي هو المختصر Reduction Oxidation وNon-Redux Non-Reduction Oxidation أو بأقول الRedux Oxidation Reduction Redux وهذا جاي من Red من Reduction والOx جاي من Oxygen أول حرفين منها نفس الNon-Redux Reaction نفس الشيء إذن هذا سميته Non-Redux وهذا سميته Redux إذن تفاعلات الأكسدة والاختزال والتفاعلات التي لا تخضع للأكسدة والاختزال سميتها Non-Redux Reactions نأخذ أول نوع من التفاعلات And Oxidation Reduction Redux chemical reaction is a chemical reaction in which there is a transfer of elements from one reactance to another reactance إذن تفاعلات الأكسدة والاختزال في شيء مهم فيها لازم نفهمه إنه هي التفاعلات اللي بتم فيها عملية انتقال للإلكترونات من أحد المتفاعلات إلى متفاعل آخر Non-Redux Reactions سيكون موجود على ذرة الآيون على الآيون الآيون يعني بمعنى إنه في الموليكيول في الموليكيول المرتبط برابطة تساهمية ويتم فيها تحديد الظرة الأكثر الالكترو نيجاديفتي الظرة الأكثر الالكترو نيجاديفتي عشان يكون عليها الشحنة السالبة عشان يكون عليها الشحنة السالبة ممكن أقول مثلا الوكسيديشن نمبر للصوديوم وعليها بلس واحد طبعا واحد بكتب عليها إذن بلس إذن هذا يعني أنه الصوديوم أحادي التكافؤ يحمل شحنة واحدة موجبة وهو أحادي التكافؤ لما نقول الأكسيديشن معنى أن الأكسيديشن التكافؤ بتاعه ثنائب السالب التكافؤ ثنائب السالب وهذا الكلام حيتكرر عندنا ونشوفه بشكل واضح في جميع الخطوات اللي هنتكلم لكن في سيفرال رولز في عندي عدة قواعد تحدد إلي الأكسيديشن نمبر الرقم التكافؤ أول قاعدة من القواعد بقول أول قاعدة من القواعد بقول أنه الأكسيديشن نمبر أو أن إلي مهمة جداً هذا مهم جداً يعني الأكسيديشن نمبر رقم التأكسد جميع العناصر اللي بتكون في الحالة العنصرية بكون صفر زي مثلاً الأكسيديشن لا الكبر بكون صفر لأنه الكبر في الحالة العنصر عنصر إذن الحالة العنصرية إذن حكون الأكسيديشن تاعة صفر الكلورين في الحالة العنصرية إذن الأكسيديشن تاعة صفر آيودين فلورين بوتاسيوم صوديوم ألمنيوم كل هذه كل العناصر في الحالة العنصرية الأكسيديشن تاعة تاعة هاي ساوي صفر تو أكسيديشن نمبر أو المونو atomic ion is equal to the charge on the ion. يعني oxidation number الموجود على ايونات الضرات الاحادية بساوي عدد الموجود على الايون. زي ما قلنا. مثلا الصوديوم. الصوديوم عليه وان بلس. صوديوم ايون. عليه وان بلس. اذا هذا احادي. موجود في المجموعة الاولى. الاكسيديشن نمبر له بلس ون. الكبريت اس تو نيجاتي فتشارج ايون. اس تو نيجاتي فتشارج ايون. هذا الاكسيديشن نمبر تاعه مانس تو. اذا عدد الموجود على ايون ضررة العنصر. ولو جيت للحديد الالة من اي ضررة عنصر جديش بتحمل عدد من الايونات. جديش هي بكون التكافؤ بتاعها. دا اوكسيديشن نمبر او في جروب س ون ان تو ميتلز. طبعا جروب ون و جروب تو هي عناصر في الزي. ان كومباونز ار اولوز بلس ون ان دي بلس تو رسبيكتيف لعدد التتابع. يعني المجموعة الاولى بتكون في المركبات بتاعتها بتحمل بلس ون شو احنا واحد. المجموعة الثانية عناصر المجموعة الثانية في المجموعة بتاعتها بتحمل بلس تو لانه هادي عبارة عن عناصر لانه بتفقد في المجموعة الاولى بتفقد الكترون وبتبقى عليها موجب وتشارج وفي المجموعة الثانية بتفقد اثنين الكترون وتعطينا على ذرات ايونات عناصرها اللي هي او ذراتها اللي هي ايش تو نيجاتيف لانها بفقدت اثنين الكترون تو بس ابقى عليها تو يعني زي ما اقول بوتاسيوم علي بوس تشارج في المجموعة الثانية كالسيوم علي تو بوس تشارج مغنيس علي تو بوس تشارج وهكذا الاكسيديشن نمبر يعني وين ما لقيت الهيدروجين موجود هتلاقي انه التكافى بتاعه زائد واحد هادي قاعدة ثابتة الكمان الاكسيديشن الاكسيديشن نمبر الاكسيديشن وين ما لقيته هتلاقي التكافى بتاعه ناقص اثنين في الموست اكسيديشن كونتين في جميع في معظم اللي هو مركبات اللي بتحتوي على الاكسيديشن في البايناري القاعدة السادس بتقول في البايناري موليكول الكمباونز في المركبات المزدوجة اللي بتحتوي على عنصرين المور الكترو نيجاتيب إليمنت إز السايند نيجاتيب اكسيديشن نمبر إيكول تو اتز تشارج ان بايناري ايونيك كومباونز هي نفس تشارج لما نكون في حالة الايوني لما نكون في حالة الايوني بايناري ايونيك كومباونز يعني مثلا لو جيت للكاربون تيتراكلورايد الكاربون تيتراكلورايد سي سي اللي فور السي اللي هانا حيكون التكافؤ بتاعها زي ما ولو كان هذا لوحده في مركب ايوني يعني هذا ممكن يكون في مركب ايوني الكلور في صديم ايوني قديش هتكون شحنت وحيتكون نقص واحد إذن هتكون نقص واحد إذن السي ماينس ون ايون إذن هتكون ماينس ون في المركبات المركب الكامل يعني صوديم كلورايد كاربون تيتراكلورايد اه اتش تو او المركبات الكاملة مجموع الانديفيديو الوكسيديشن نمبرز لها كل الوكسيديشن نمبر لجميع الضرات الموجودة داخلها حسو صفر يعني كل المركبات متعادلة كهربية فور ابولي ااتومي ايون ابولي ااتومي ايون زي اس او فور علي تو نيكاتي بشارج از اه ده ايكول تو ده اتشارج اون ذا ايون اتشارج اون ذا ايون يعني قد اشتكافوها مثلا مجموعة النطرات ان او عليها ماينس ون اذن اتكافوها اس او فور عليها تو نيكاتي تشارج تكافوها ماينس تو ان سو هذي القواعد اللي احنا اتكلمناها الان نيجي نطبق الكلام هذا على الا الموجود عندي ايكزامبل 9.2 اصاين اوكسيديشن نمبر تو اليمينس ان اوكسيديشن اوكسيديشن نمبر اذا هو بده الاكسيديشن نمبر يعني سواء كان مركبات او كانت بولي اتوميك ايونس ايونات عديدة الظرة قال لي حدد الاكسيديشن نمبر لكل عنصر في اللي موجودين هنا طبعا لمن اجي اقول مثلا الكمباوند بي تو او فايف بتكون من كم بي بتكون من اتنين بي من ضرتين من البي وتكون من كم ضرة من الاكسيديشن بتكون خمس ضرات من الاكسيديشن في اكسيديشن بتاعته بيكون عبارة عن ماينس اتنين اذا هقول انه اتنين بي بلس خمس مضلوب في ناقص اتنين بساوي صفر لانه هذا التكافى من الاكسيديشن اذا خمس في ناقص اتنين بناقص عشرة انجلها للناحية الثانية سي زائد عشرة اذا اتنين بي بساوي زائد عشرة اذا البي بساوي عشرة زائد عشرة على اتنين بساوي زائد خمسة ما يساويش خمسة بساوي زائد خمسة لانه الزايد تدل على شحنة موجبة والناقص تدل على شحنة سالبة اذا هذا عليه الفصفور هنا خمس شحنات موجبة تكافؤ خماسي موجبة اذا هنا احنا وجدنا الاثنين اذا الفصفور خماسي موجبة والاكسجين ثنائي بالسلب نأخذ المثال الثاني بوتاسيوم برمانجنيت بوتاسيوم برمانجنيت هذا مكون من مكون من واحدة من البوتاسيوم زائد واحدة من المانجنيز زائد اربعة من الاكسجين هذول كلهم لانه هذا مركب يسوي صفر هاي صفر اذا البوتاسيوم من المجموعة الاولى تكافؤ بلس واحد بلس ون المانجنيز مجهول عندي مش عارفو من القواعد ايضا انه الاكسجين ماينس اثنين اذا اضرب اربعة في ماينس اثنين اذا حاجة احسبها حلاقية بلس ون الاكسجين نمبر للمانجنيز مش معروف بلس اربعة في نقص اثنين بساوي الصفر اربعة في نقص اثنين اللي هي عبارة عن نقص تمانية طلحها على النحية التانية بيصير تمانية بالموجب وهذه بلس واحد طلحها على ناحية تانية بيصير ماينس واحد اذا المانجنيز في هذه الحالة هيساوي تمانية اطرح منه واحد هيضل ست هيضل سبع شحنات موجبة اذا المانجنيز التكافر بتاعه سباعي موجب اذا الان اجي اكتب البوتاسيوم بساوي بلس ون المانجنيز بساوي بلس سيفن الاكسوجين بتساوي ماينس تو لو انت جيت تحسبهم كلهم مع بعض بلس ون بلس سيفن ماينس ايت اذا هنا هيكون المجموعة الكل للشحنات هيصوص الان او ثري مجموعة النطرات مجموعة النطرات هذه بول اتوميك ايون الان المجموعة هادي كلها التكافؤ بتاحها ناقص واحد ليش لانه الشحن اللي هنا الشحن اللي هنا بساوي ناقص واحد زي ما انت شايف هي ناقص واحد الشحن هذا الناقص واحد تعني انه على المركب كله سالب واحد اذا بقول انه النيتروجين زائد ثلاثة في الاكسوجين ثلاثة اكسوجين بساوي اذا هقول النيتروجين بالنسبة لمجهور الاكسوجين انا معروف من القواعد ثلاثة في ناقص اثنين بساوي ماينس ون ثلاثة في ماينس اثنين ماينس ستة ماينس ستة اطلح على ناحية ثانية بسي زائد ستة وناقص واحد بسي زائد خمسة اذا النيتروجين الاكسوجين ستاعت في هذه الحالة زائد خمسة بالموجه اذا النيتروجين زائد خمسة والاكسوجين ماينس اثنين وهذا الكلام ممكن جميع المركبات نحسبها بهذه الطريقة ايضا بنلاقي في بعض العناصر اللي ها اكتر من تكافو فمثلا النيتروجين الاكسوجين نمبر او اكسوجين نمبر رقص بتراوح ما بين ماينس ثري و بلس فايف يعني ممكن ياخد ماينس ثري ماينس تو ماينس ون بلس ون بلس تو وهكذا اذا هذي المركبات اللي بتحتوى على النيتروجين المركبات النيتروجينية بتحتوى على النيتروجين مثلا ان اتش ثري قد اش تكافو النيتروجين في هذه الحالة ماينس ثلاثة لانه المركب كله لما تراح سبه اقول بيسوي الصفر طيب النيتروجين مجهول زائد ثلاثة في واحد اب ثلاثة بيسوي الصفر زائد ثلاثة هذي هطلحها على الناحية الثانية هسير ناقص ثلاثة اذا النيتروجين في هذه الحالة ناقص ثلاثة ال N2O N2O التكافو بتاعه بلس 1 النيتروجين في هذه الحالة تكافو بلس 1 NO تكافو النيتروجين بلس 2 N2O 3 تكافو النيتروجين بلس 3 NO 2 تكافو النيتروجين بلس 4 HNO 3 تكافو النيتروجين اكسيديشن نمبر الوكسيديشن في هذه الحالة بلس 5 بلس 5 الآن احنا بدنا نشوف انه التفاعلات اللي احنا بنتعامل معها هذي هل هي تفاعلات Redux Reaction ولا Non Redux Reaction يعني حددلي انه هذا التفاعل هل هو Redux Reaction او Non Redux Reaction وهذا نفس العملية تعال نجي نشوف عشان احسب انه هذا Redux Reaction او Non Redux Reaction بدي اعتمد على اللي هو Oxidation Number يعني Oxidation Number لو اختلف لنفس العنصر معناه في Redux Reaction حتى لو لو واحد منهم في نفس في التفاعل اذا لم يحصل هناك تغير في Oxidation Number وظلوا كما هو في Redux Reaction وبتاعته معناه حيكون Non Redux Reaction نجي نشوف اول مثال Calcium Plus Chlorine Gives Calcium Chloride الكالسيوم هذا في الحالة العنصرية بتاعته اذا حيكون صفر Oxidation Number بتاعه الكلورين برضو حيكون صفر Oxidation State بتاعه هذا التفاعل Redux Reaction على طول ما فيش فيه مشكلة Redux Reaction طيب نشوف التفاعل الثاني الان هذا مركبت وهذا مركب اذا هذا المركب الاكسوجين داخل هذا الكلسيوم داخل هذا المركب Sand Oxidation State تاعه زائد اثنين carbon Oxidation State تاعه زائد 4 الاكسوجين рат 20 الاكسوجين plus 2 carbon solid ång الاكسجين ناقص اتنين. طب تعال الكالسيم هنا زايد اتنين. وطلع برضو زايد اتنين. اذا متغيرش. الكاربون زايد اربع. الكاربون زايد اربع. وتغيرش الاكسجين هنا وهنا اضع اكسجين. اذا معنى ذلك هذا المكان العادلي بنسميها نان ريدوكس الاكشين. تفاعلات غير خاضعة للأكسدة والاختزال نجي نأخذ مثال آخر با يوزين كوستيديشن نمبر ديترماين ويدر ذا فولوينج رياكشن از اردوكس 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 رياكشن اذا هذا التفاعليات راها هيكون ردوكس اردوكس رياكشن نجي نفحص نشوف اربع ملكون مليش فيها الهيدروجين تكافه بلس واحد الهيدروجين في هذا الحالة حيكون التكافه بتاعه الاكسدين صفر الآن في الحالة العنصرية فالنيتروجين برضو اذا برضو الحالة العنصرية بتاعته حيكون صفر الهيدروجين بلس واحد والأكسدين مائنس اثنين اذا هنا النيتروجين اتغير الاكسدينشن بتاعه من ناقص ثلاثه الى صفر الاكسجين الاكسجين استيت تعه من صفر الى ماينس تو اذا معنى ذلك انه في عندي هنا الاكسجين استيت للنيتروجين اختلف والاكسجين استيت للأكسجين اختلف اذا في هذه الحالة بقول هذا التفاعل Redux Reaction لانه حصل ايش تغير في الاكسجين استيت للعنصر ما بين انه في حالة المتفاعلات وحالة النواتج ايضا SO3 يعطيني هذا نفحصه ايضا الاكسجين هنا نقص اتنين الكبريت ستة بالموجب الهايدوجين بلس واحد الاكسجين ماينس اتنين الهايدوجين هنا بلس واحد الكبريت هنا بلس ستة الاكسجين ماينس اتنين اذا معنى ذلك لم يختلف الاكسجين استيت للعناصر او لإضارات العناصر سواء كانوا في الرياكتنس او كانوا في البرودكتس عشان هيك تقولنا هذا التفاعل نان ريدوكس رياكشن نان ريدوكس رياكشن الان بنا نشوف ايش هي الترمونولوجي اسوشياتيد ويذ ريدوكس بروسيسز نشوف الترمونولوجي ايش الترمونولوجي يعني بنا نشوف المصطلحات اللي احنا بنستخدمها في عملية الرياكشن في عندي اربع مصطلحات في عندي اوكسيديشن وفي عندي وفي عندي اوكسيديزن اغجان وفي عندي اغجان حنشوف الاربع مصطلحات هذول كيف احنا نعبر عنهم ما هو الاكسيديشن اكسيديشن هو عبارة عن is the process whereby the reactant in a chemical reaction loses one or more electrons. يعني في عملية الأكسدة هي عملية يفقد أو تفقد فيها المتفاعلات في تفاعلها الكيميائي إلكترون أو أكثر. إذن هي فقد إلكترون أو أكثر. إذن باختصار الوكسيديشن فقد إلكترون أو أكثر. أما الريدكشن الريدكشن حتكون عكس حتكون العكس الريدكشن حتكون is the process whereby reactant in a chemical reaction gains يكسب one or more إلكترون. يعني عملية الريدكشن اكتساب لواحد أو أكثر من الإلكترونات. إذن أوكسيديشن فقد واحد أو أكثر من الإلكترونات والأكسيديشن وردكشن اكتساب واحد أو أكثر من الإلكترونات. الآن حبين لك السهم هذا هذا في هذا الاتجاه تزداد الأكسيديشن تعته. يعني الأكسيديشن كل مكان موجب كانت الأكسيديشن تعته أعلى يعني هنا ناقص 7 هنا زائد 7 إذن الأكسيديشن بتزيد من ناقص 7 إلى زائد 7 إذن زيادة الشحنة الموجبة تعني نقصان الشحنة الموجبة تعني لأنه نقصان الشحنة الموجبة هنا من زائد سبعة إلى ناقص سبعة إذن هذه العملية بهذا الاتجاه الاتجاه رأس السهم تعتبر تعتبر إذن إذن بقول إنه ال-1 more oxidation عن ناقص 1 في حين إنه ال-1 more reduction عن ال-1 كمان في عندي مصطلحين آخرين هنا terminologies بتاعتنا وهنا ال-electron transfer مثلا ال-oxidation قلنا loss of electrons الكلام اللي قلته من شوي reduction gain of electrons طيب oxidizing agent substances reduced يعني العامل المؤكسد هو عبارة عن المادة المختزلة والعامل المختزل هو عبارة عن المادة المؤكسدة يعني يحصل لها هي مادة مختزلة لكن يحصل لها تأكسد وهذه المادة مؤكسدة لكن يحصل لها اختزال إذن oxidizing agent معناه electrons gained electrons gained إذن هي عكس oxidation oxidation loss oxidizing agent gained electrons reducing agent هنلاقيها هنلاقيها lost فقط الالكترونات لكن ال-reduction عملية ال-reduction نحالة هي اكتساب ال-reduction اكتساب ال-reduction اذا هنلا المصطلحين الآخر المصطلحين هنلا تكلامت عليهم اللي هم ايش هنلا عرفهم oxidizing agent is a reactant هو عبارة عن متفاعل is a reactant in a reduced reaction في تفاعلات الاكسدة وغتزال that causes oxidation of another reactant بالسبب اكسدة لمتفاعل اخر يعني هي المادة العامة المؤكسدة بسبب اكسدة زي الاكسجين سبب اكسدة لغيره اذا اكسدة لغيره من المتفاعلات by accepting electrons from it عن طريق اكتساب الكترونات منه يعني بيكسب منه يعني عشان اقول انه لانه انا قلت الاكسدة بتكسب الكترونات اذا كيف هي بتاكسد الاخر يعني المادة بتاكسد الاخر عن طريق انها بتكسب بتاخد منه الكترونات نفس الكلام reducing agent is reactant is reactant in dox reaction هو عبارة عن متفاعل في معادلة او في تفاعلات الاكسدة والاختزال وهي تسبب اختزال لغيرها من المتفاعلات تسبب اختزال لغيرها من المتفاعلات عن طريق انها providing electrons for other reactant to accept يعني بتعطي ال other reactant انه خليه يكتسب اللي هو الكترونات اذا هنا substance oxidizing هذا reducing agent هنا substance reduced معنى oxidizing agent يعني المادة المؤكسدة او او العامل المؤكسد يحصل اختزال والعامل المختزل يحصل اكسدة يحصل ايش اكسدة اذا يقع عليه الاكسدة for reduced reaction هذا تفاعل reduced reaction اول حاجة بقول لي identify the following بدك تتعرف على الات من المادة substance oxidized بدك تعرف على المادة المتأكسدة substance reduced المادة المختزلة و oxidizing agent العامل المؤكسد reducing agent العامل المختزل العملية بسيطة جدا وسهلة لكن بدها شوية التركيز منك اول شي بدي اعمل انا oxidation number لكل المعادلة اجي اقول الحديد التكافف بتاعه في هذه الحالة oxidation number plus two oxygen minus two carbon plus two oxygen minus two الحديد لانه element zero carbon plus four oxygen minus two اذا هذا التفاعل هذا التفاعل اللي هو redux reaction فعلا موجود طيب الان الحديد plus two والحديد هنا zero الشحنة الموجبة زادت ولا نقصت ولا نقصت بقى لاجي انا الشحنة السالبة الموجبة نقصة اذا هذه المادة حصل لها oxidation ولا reduction المادة انا قلت عنها الف اي هاي زائد اثنين وصار صفر يعني قلت الشحنة الموجبة اذا هنا بقول في بي طبعا هنا كان plus two وصل لزيرو plus two وصل لزيرو therefore the reaction that contains fe which is يعني المادة اللي بتحتوي على يعني انا بقول شنو الحديد لحاله لا بقول كل المركب اللي بحتوي على الحديد اللي هو feo is the substance that has been reduced اختزلت هذه المادة اختزلت اذا احنا قلنا لما بزيد الرقم التأكسدي معناه اكسدا لما بيقل الرقم التأكسدي معناه اختزال اذا هذا العنصر الحديد هذا اختزل لكن ما يقول عنصر الحديد بيقول كل المركب هذه مختزل هذه مادة المختزلة هذا بسميه substance that has been reduced هذه المادة التي اختزلت هذه المادة التي اختزلت طيب الاكسجين طبعا زي ما هو لكن نيجل الكربون هنا زائد 2 وهنا زائد 4 اذا زائد 2 زائد 4 اذا الرقم التأكسدي زاد من زائد 2 لزائد 4 اذا هنا في اكسدا هنا في ايش اكسدا صار في اكسدا طيب CO يا ترى هو عامل مؤكسد ولا عامل مختزل عامل مؤكسد ولا عامل مختزل هنا هو عامل مختزل اختزل اللي هو لانه هاد مادة مختزلة صار اذا مين عامل مختزل اول اكسيد الكربون عامل مختزل اذا طب ال FEO عامل مؤكسد تعالي نشوف عامل مؤكسد FEO is the oxidizing agent عامل مؤكسد لانه هو الحصل له اختزال معناه هو عامل مؤكسد هذا حصل له اختزال معناه عامل مؤكسد وهذا حصل له هذا عامل مؤكسد حصل له اختزال وهذا عامل مختزل CO حصل له اكسدا حصل له اكسدا المؤكسد بتاعه زاد معناه هذه اكسدا اذا الكربون اتأكسد من زائد 2 الى زائد 4 الكربون اتأكسد الحديد من زائد 2 الى 0 معناه اختزل الحديد معناه اختزل feo الى fe يعني feo لما تعطيني fe معناها هذه العملية اختزال co لما يعطيني co2 معناها عملية اكسدا oxydation هذه عملية oxydation وهذه عملية reduction هذا العامل co reducing agent عامل مختزل feo oxidizing agent عامل مؤكسد مدام هو عامل مؤكسد اي عامل مؤكسد معناه هو اختزل is reduced feo is reduced ومدام عامل مختزل اذا هي المادة حصل الها اختزال حصل الها اختزال مدام هو عامل مختزل اذا المادة حصل الها ايش اكسدا